السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عودة لفيديوهات تفسير الأحلام فيديو النهاردة أو التفسير اللي هنتكلم عليه النهاردة رؤية غريبة قد تبدو غريبة عند البعض وقد تبدو أن هي مخيفة عند البعض رغم أن تفسيرها قد يكون غير ذلك ناس كتير جماعة كانوا ببعتولي وبيقولولي أنا حلمت أن أبي توفى أو حلمت أن أنا ابني توفى أو رؤية وفاة شخص قريب مني في المنام صديق قريب مني وحلمت أنه توفى طبعا يا جماعة أول ما حد يحلم الحلم ده دايما بيخاف وبيقول هل الشخص ده يتوفى في الحقيقة ولا كده رغم أن يا جماعة المنام أصلا لا يتعلق بهذا الأمر نهائيا فانتما تشوف شخص قريبك بيتوفى لا مش معناه أنه هو يتوفى في الحقيقة ولكن ليه تفسير تاني خالص فالنهاردة إن شاء الله أنا هكلمك على ثلاث أمور هيحصلولك أو ثلاث أمور هيحصللك حاجة منهم لو أنت رأيت شخص قريب منك سواء هذا الشخص كان من أقربائك يعني كان الشخص ده قريبك والدك والدتك أخوك الصغير ابنك أو كان هذا الشخص من الناس القريبين منك قوي زي صديقك زي اللي هو الشخص اللي هو بيبقى قريب منك زي عمك كده فهنبدأ بإذن الله في ذكر التفسيرات وكده بس قبل ما أبدأ في ذكر التفسير أتمنى لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة بإذن الله أي رمز يخطر ببالك إن شاء الله هنزل عنه فيديو وأفسر إن شاء الله وهستمر عن موضوع ده بشكل يومي نظر لطلب متابعيني وتضغط على زر اللايك ويلا بينا يا جماعة نبدأ في ذكر التفسير والتفسيرات أول أمر بإذن الله يحصل لك لو أنت رأيت الوفاة شخص قريب منك في المنام هو التخلص من الأعداء والانتصار على أعدائك ومشاكلك مهما كانت وده لو أنت رأيت وفاة أو إن ابنك توفى أو أخوك الزغير توفى طبعا ده هيخلى حد يستغرب كده يعني وده لو أنت رأيت ولدك أو ابنك توفى رؤية الإبن يتوفى في المنام هذا المنام يدل على الانتصار على الأعداء والتخلص من المشاكل والأزمات نهائيا يبقى إذن لو أنت رأيت ابنك توفى فإبشر بالمنام ده لأن المنام ده بيدل أنت تتخلص من المشاكل والهم أما تاني أمر إن شاء الله يحصل لك أو يحصل لك حاجة منهم لو أنت رأيت شخص قريب منك توفى في المنام هو زواج للعازب أو العزباء وابن أو وجود خلفة للمتزوج أو المتزوجة أو وجود زواج أيضا للمطلقة وده لو أنت رأيت الشخص اللي توفى هو صديق مقرب وكانت الوفاء أو عندما علمت بوفاته ما كانش فيه صراخ ولا ضغيج يعني ما كانش فيه صراخ فيه صراخ في المنام حزنا عليه أو كان فيه صوت عالي لا كان فيه صمت وإنت عرفت أن هذا الشخص القريب منك توفى فإذا حلمت بهذا المنام فابشر في هذا المنام يدلوا أن أنت لو عازب هتتتزوج ولو عزباء هتتزوجي ولو متزوج هتتخلف إن شاء الله قريبا لو مطلقة هتتتزوج أما تالت حاجة هتحصل لك لو رأيت بإذن الله أو وفاة شخص قريب منك في المنام هو فقدان الأمن ومشاكل كثيرة جدا في حياتك وأزمات وبعض المشاكل والتغطلات اللي هتصيبك وإنت المرحلة اللي جاءة تحس بعدم أمن وهتحس بمشاكل كتيرة جدا فأنصحك أن أنت تحاول تلجأ لله وتدعي لله وتدعي الله عز وجل لأن في بعض المشاكل اللي بإذن الله هتقدر تتخلص منها آه بس هيبقى في بعض المشاكل المؤقتة اللي هتصيبك في حياتك وده لو أنت رأيت وفاة الأب أو الأم في المنام يعني لو أنت شفت أبوك أو والدتك ماتوا في الحلم فهذا المنام يدل على بعض المشاكل والأزمات وعدم الأمن اللي هتشعر به بعد ما ترى هذا المنام فبس كده يكون الفيديو خلص أتمنى كنت سفدتم منه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته